السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا لأيوم الجمعة عشر آب أغسطس طبعا بما أنه توقعتنا لأيوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الميزان استقر في برج الميزان تماما ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة عشر وثلاثة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الغد السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة طبعا لغاية الساعة عشر واثنين واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل بما أن القمر موجود في برج الميزان معناته هذا هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي العلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون خلال هذا اليوم نشطين أكثر اجتماعيا ومنميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة إنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و39 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش يعني تأثيرها طيلة اليوم بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 5 و54 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة من أحضاب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس رح تكون ذروتها ساعة 9 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش منه لي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا قلو المسار السلبي للقمر اللي قلنا إنه مدة طويلة خلال فترة هاي يعني قرابة الخمسة وعشرين ساعة رح يبدأ قلو المسار الساعة التسعة واربع واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الجمعة ورح يستمر حتى تمام الساعة عشر وثلاث وثلاثين دقيقة مساء يوم الغد السب وهي كلها فترة خلو المسار يعني الفترة لا تصلح للبدء لأي عمل جديد أو مهم تلتوقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي نراجع طبيبنا عنا الكلة والحالب والمثانة البولية لأورد الجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ ويصلح للحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه ذكرنا خلو المسار بالميزان لغاية مساء يوم الغد السب وخلو المسار من مساء اليوم بيبدأ الساعة التسعة وأربع واربين دقيقة مساء أنه بيستمر لغاية الساعة عشر وثلاثة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الغد السب عمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمس أيام الساعة سبعة وخمسة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم السادس نسبة الإضاءة 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22% طبعا سعيد بنسبة 45% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 60% القمر في الميزان حتى يوم عشر ثمانية سعيد بنسبة 15% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 45% ساعة الصباح سعيد بنسبة 70% وطيلت اليوم على هاي النسبة عطارد في العذراء بيتراجح حتى يوم 15 ثمانية سعيد بنسبة 5% طبعا 15 ثمانية تراجعه العذراء بعدين بدي يكمل تراجعه في برج الأسد الزهرة في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الدلو بيتراجح حتى يوم 29 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود مقابلكم تماما يعني بترغبوا اليوم في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن يعني حاذروا الخلافات ما الضخم الأمور الشوية بتكونوا حسسين متوترين وهذا الشيء بسبب لكم نوع من أنواع القلق حاذروا إثارة العدائية والبلبلة مزاجكم متقلب عصبيين فضبط الأعصاب مطلوب وحاولوا أنكم ما تتخذوا قرارات حاسبة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة فبيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم كونوا منظمين وأحسنوا إدارة أعمالكم حاذروا من الجدال مع زملاكم بالعمل وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم الضرورية حول تنجزوها بالبداية بعدين انتقلوا لعمل آخر حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وانتفاهم معهم طبعا تأثيرات القمر رح تكون إيجابية خلال هذا اليوم عليكم تشعروا بالأمان بالارتياح بتغمرك العواطف الجياشة انت جريء باستطاعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك في هذه الفترة أيضا المريخ ممكن يدفعك باتجاء الجراءة أكثر ولكن بدك تحذر أيضا من تراجع عطارد اللي ممكن شوي يعمل نوع من أنواع التوترات على مستوى البيت برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية حاولوا أنكم تكونوا عنصر إيجابي مع الجميع اليوم على المستوى العائلي على مستوى تنظيم الأمور لا تسببوا النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم اتفهموا الآخرين ابقوا هادئين احموا استقراركم ممكن يكون في مناسبة أو احتفال أو لقاء عائلي أو موضوع عائلي بيلفت الانتباه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا يوم نشاط بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات وبتنشطوا بالسفر بكل معاني التنقلات بكل معانيها باتصالاتكم امتحاناتكم مقابلاتكم ترويج لسلعة حاول أنك تتكلم بهدوء وضح وجهة نظرك تفادي لأي التباس محتمل هاي فترة تعدك بامتحان أو نجاح بمفاوضات ولكن حاول أنك ما تتسرع وادرس بروية كل أمورك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن بعضكم يحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم وممكن يحتاج أحد أحبائكم لدعم مالي أو معنوي نظم أقصاتك وديونك ما تستخف بالفوتير وحاذر أيضا من المصاريف الاستشفائية غلات غامر ماليا مهما كانت المغريات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم آآ اليوم القمر استقر تماما ممكن تجدوا حلول لبعض المشاكل اللي كانت مغرقيتكم بتكون مقدام تنطلق من جديد بعد تصحيح بعض الأخطاء بتتغير نظرتك للحياة وممكن تتحضر لتغيير أو لتغير نمط أو أسلوب في حياتك وشوي بتكون متفائل وسعيد أكثر خلال هذا اليوم أيضا ملفت للانتباه بتكون للجنس الآخر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكون تنتبهوا كثير خلال هذا اليوم على صحتكم رغم أنه ما في أشياء صعبة ولكن بدك تكون حذر ممكن تجد نفسك في موقف صعب تكون حذر وحكيم أثناء الحديث حذر الكلام السيء حذر التراجع الصحي هذه فترة يعني فيها بعض خيبات الأمل ممكن شخص يوعدك بشيء وما يوفي فيه أو تكون يعني معتمد أو منتظر شيء وتجد أنه تأجل طبعا لغاية القمر ما يوصل لعندك مساء يوم الغد لا تبدأ الأمور تتحسن أكثر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتلتق الأصدقاء اليوم ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك فيه موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يصير تواصل ما بينك وبين أحد المعارف يكون واسطة أو يساعدك في أمر لأن الأعمال المشتركة اليوم بتنجح وحاول أنك تتجنب الإنفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرحوا لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم بتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية وهذه فترة مناسبة للحفاظ على السمعة وأيضا لا إنجاز بعض الأعمال المهمة أو تعزيز مكانتك بالعمل ما بينك وبين المسؤولين ولكن دون المغامرات وتشويه السمعة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يبتين شغله اليوم بمسائل تتعلق بالسفر بالاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب الأوراق والمعاملات اللي إلها علاقة بالهجرة مثلا حاول إنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسألة مالية أو هموم صحية أو عائلية وباستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أيضا أهم إشي إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة اللي تتعلق ببنك ضريبة تهمين قرض أو مثلا ديون لإلك بتحاول تحصلها أو مال الزوج الزوجة وبرضو الأسرار فبدك اتحاذر اليوم من توجيه كلام جارح أو نابي أو تكشف عن سرك لأحد الأشخاص وما يحافظ عليه أو برضو تغيير محل الإقامة ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم أهمش إنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدام هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا شكرا